سلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليدو وبعد اتكلم احراركم من الارضة فاضية شغلة محافظة الاليوبية ايمان ممرضة اليوم ايمان اللي مفيش حد اختلف على ادبها ولا عفتها وكانت ايمان بكونها انها شغالة ممرضة كانت بتساعد القريب والبعيد ايمان اللي لقوها ملفوفة في سجادة ومرمية في احد الترع الخاصة بمصارف الاراضي الزراعية واختفت ايمان لكن لقوها جثة وكانت مش مجهولة يعني ايه؟ يعني كانت معروفة لانها طبعا اختفت وبعد ما اختفت زوجها حرر معضة في قسم الشرطة واول ما بعض الاهالي عثر على الجثمان عرفوا ان دي ايمان لكن اللغز اللي حير كل الناس مين اللي قتل ايمان ايمان ممرضة اليوم يمكن القضية دي فات عليها في حدود 10-11 شهر لكن احنا بصدد نشر الفيديو ان احنا نقول لكم الحكم اللي صدر في عضية وجعت قلوب الناس كلها هنقول لحضراتكم الحكم في نهاية الفيديو لكن تعالوا ما نشوف مين اللي انهى حياة ايمان ايمان اللي قلنا لحضراتكم مع عمرها ما زعلت حد وكانت ست مكافحة اها ايمان كانت بتخرج من بيتها كل يوم الصبح تروح المستشفى العام في اليوم لكن هي في منطقة كده ببعض الزرات يعني كان فيه طريق طرابي بتمشي ايمان في حدود 10 داية او ربع ساعة علشان توصل المستشفى لكن اللغز مازال محير كل الناس ايمان على حسب التحريات والمصادر الامنية ايمان ما لهاش مشكلة مع حد ولا حد بيقرأ ايمان ولا اتسببت في اصابة حد ويمكن علاقتها بزميلها في المستشفى كانت علاقة طيبة مازال اللغز حائلة علشان يعرفوا مين اللي انهى حياة ايمان رغم الجلسات العرفية اللي تمت واهل ايمان تنصلوا من الجلسات ومرضوش انهم يتنازلوا للقاتل علشان نقول لحراركم ان القاتل هو شقيق الزور ايو زي ما سمعت حراركم كده شغال حداد القاتل وخلاص ارب او دنع من تحديد الفرح بتاعه الفرح بتاعه قدامه شهرين تلاتة وهنا حب ان هو يتصرف في الازمة المالية بتاعته الزوج راجل محترم اللي هو شقيق القاتل لكن القاتل كان ليه وقع قبل كده مع ايمان كان سرق من شاقتها ساعة وغواشها او حلق يعني ويتعامل جلسة عرفية كده والموضوع اتلم علشان الفضيحة لكن هنا زوج ايمان ما اطاعش للموضوع حد لكن الزوج علشان خاطر اخوه والفضيحة وخاطب والحاجات دي كلها وزوج ايمان من طبطها وعفتها اتنازلت يعني مرضتش انها تحرر محضر وده طبعا خطأ كبير هنتكلم فيه في نهاية الفيديو لكن يوم الواقع ايه اللي حصل الحداد اللي هو شقيق الزوج بيمر بعزمة مالية لان الفرح بتاعه قدامه شهرين ولا ثلاثة يتصرف من ايه خطط ولتب ونفذ ويمكن يعني القضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان القاسم في العضية دي لان الحداد تابع خطوات زوجة اخو ايمان في ناس بتقول ان هو قتلها على الطريق الزرائي لكن المعلومات دي غير صحيحة يا جماعة لكن زي ما بقول لحرابكم التفاصيل الحقيقية في القضية طبعا هعرفين ان شغل التمريد بيكون متواجد فيه المستشفيات من الساعة ستة ونصة أو سبعة صبعا وهنا الحداد صحي بدري الحداد اللي هو هيجوز دوت اللي هو القاتل بيجهز الدور التالت من البيت طب الدور التاني من اللي قاعد فيه اللي قاعد في الدور التاني هو شقيقه لكن طبعا والدتهم متوفية وأبوهم متوفي وخلاص يعني خلاص القاتل هيجهز الدور التالت ويتجوز بعد شهرين ثلاثة لكن الدور الاولاني دور مهجور يعني زي ما احنا بنقول كده منافع أو مفيش حد بيسكن فيه الدور الارضي اللي هو مقابل ليه الشارع على طول الحداد انتظر في احدى الغرف المهجورة في الدور الاول وانتظر ايمان الله يرحمها وهي نزلة رايحة شغلها طبعا الحداد كان ملسم وشه يعني لابس قنية معاقل القلق الحد بتاعته العصى والخشب وطبعا الحداد معاقلات حد متعددة وهنا طبعا والزوجة نزلة قدر القاتل انه يسحبها ويجرها تحت التهديد لأحدى الغرف المهجورة داخل الشقة المهجورة اللي هي في الدور الاول طيب ايه اللي حصل بعد كده قتالة على طول لا لانه طبعا كان قاصل السرقة في الاول لكن هنا الزوجة اللي ممرضة اليوب يعني الروح حلوة قلت له خد كل اللي معايا وخد اللي انت عاوزه معادة شرفي وسيب نمشي هنا طبعا القاتل وافئ قال لا انا مش عايز اعمل فيك حاجة وحشة انا عاوز تذهب اللي انت لابسان وكان ملسم ومغير نبرد صوته وقدر بالفعل انه هي بقى يعني بدأت انها تخلع الغواش والخواتم والسلاسل وتديه ليه العشيه لكن الخطأ الوحيد اللي هي وقعت فيه اللي هو ايه انها بعد ما ادت الحاجات دي الحلية ليه آآ آسف للشقيق الزوج عشان انا قلت من دقيقة بس العشيه بدأت انها تدي له الحاجة وهنا طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى ريد لها الموتى دي الزوجة اتصرعت وبدأت انها تشد القناع من على وجه الملسم علشان تفاجأ ان هو شقيق زوجة الناس كلها وهي بتتفرج على الفيديو وتشاهد الفيديو هتقول يعني ما كانت خلاص طالما ادت الحاجة كانت ثابتها ويه خلعت بروحها احنا برضو من ايد يا جماعة الكلام دوت لو انت وقفت او اتعرضت لموقف زي ده حاول ان انت تنفذ بروحك الاول لان اتهب ولا هينفعك ولا معرفة الشخص هتنفعك لانه هنا اول شقيق الزوج الممرضة شدت اللسام او القناع اللي هو او المسك اللي هو حطه على وش وشفته وبدأت تقول له هو انت وبدأت صوتها يعلى بدأ ان هو يناولها او يتعدى عليها بالضرب وبإطاعات لحد ما اراضها قتيلة واخدين بالكم موتها طيب يا ستي يعني انت ارتضيت تدي له حاجة حياتك اغلى من الحاجات دي كلها لكن قدر الله يعني ده قضاءه ربنا سبحانه وتعالى وقدر اينا طبعا بعد ما انا حياتها اخدها في سجادة وكان عنده عربية نص نقل كده من الها بتاعت الخردة شالها وحطها فيها وكان الوقت بدري وطلع جاري رمها في احد الترع الزرعية طيب هو راح ورشته با يكمل حياته والزوج في اعتقاده ان زوجته راح يتشغلها ينتظر انها تيجي بعض الاصر بالمعاد اه مرة في اتنين اتصال هنا طبعا الصدمة الكبيرة ان اصدقائها في المستشفى العنبي عليوب قالوا له هنا ما جاتش النهار ده احنا مستقربين انها ما جاتش علشان تبدأ رحلة جديدة من العزاب هنا طبعا الزوج بدأ يتصل على اهلها او يتصل على اصدقائها وهنا طبعا ما يقدرش الحرر محضر في نفس ذات اليوم راح بعدها با 24 ساعة وحرر محضر في قسم شرطة عليوب علشان تبدأ جولة جديدة للكل يترى ايمان فيه ويترى هي بخير ولا بشر علشان بعدها بعدود يومين ثلاثة احد المزارعين شاف جثمان طافي على المية وهنا طبعا بدأ ان هو يصرق وجمع الناس والناس اتصلت برجال الشرطة اللي حضروا في التوى هو اللحظة وهنا طبعا على حسب المواصفات اللي الزوج مبلغ بيها طلعت ايمان ممرضة اليوم لكن هنا اللغز من اللي عمل كده في ايمان هنا طبعا رب الله سبحانه وتعالى ما قابلش الظلم على نفسه فما مش هيباله على عباده هنا من خلال تفريغ الكاميرات من خلال تفريغ الكاميرات احدى البيوت المواجهة للعقار اللي ساكن فيه ممرضة اليوم رصدت حركة المتهم وهو بيشيل حاجة سجادة على العربية بتاعته هنا طبعا الناس بدأت تتكلم وبدأت تفرغ الكاميرات والجاعة الامنية بدأوا انهم يشتغلوا على قدم الوساط لحد ما يعدلوا انهم يوصلوا للفيديو ده تم القبض على شقيق الزوج اللي عنقر في الاول قال ده كان حاجات قديمة كده في الشقة القديمة لاننا راح هتجوز وكانت سجادة كانت سجادة تب تعال وريني السجادة انت رمتها فيه هنا طبعا احنا عارفين ان تسجيل الكاميرات بيكون ابيض واسود هنا طبعا تعقبوا تسجيل الكاميرات التانية يعني على مدار بقى الطريق اللي هو راح رمى مبردة اليوم فيه واتضح ان هي ده المكان اللي هو رمى الجسمان فيه علشان ينهار ويعترف طيب القضية خدت دعاوة وخدت درجات دعاوة في المحاكم الجنائية لكن هنا اهلية بقى الولد اللي هو القاتل حاولوا بكل ما قدوا من قوة انهما يعودوا مع اهلية المجني عليها علشان يتم التصالح او التنازل او لا الناس رفضت واللي كان مشجع فكرة الرفض كمان هو الزوج اللي هو شقيق القاتل علشان يزدل استطار من خلال ايام بسيطة وليست اسابيع تحويل المتهم لفضيلة المفتح علشان يتم تأييد حكم الاعدام على حدات قرية قرية احدى القرى التابعة لمركز المدينة اليوم بقتل شقيق زوجة شقيقه وانا طبعا احنا عارفين ان القضاء الشامح متأكدين ووسقين في نزاية القضاء وكل واحد بياخد حقه كده القضية وصلت لكن لابد ان احنا نقدم دلوس مستفادة وانا احنا نتعلم من اخطاء الغير ايه اللي شجع شقيق الزوج انه يعني تسول لي نفسه وانه يسرق مرات اخوه اللي هي اقرب الناس لي يا جماعة بلاش يذهب على العمال وعلى البطال ان احنا نلبسه بلاش بيوتنا يدخلها اي حد خلاص البيت حرمة وهنا زي ما احنا بيقول يعني كاننا عايشين في كوه في كوه او في كه لان الايمان قال عن الاول فالامان اكيد انعدم ياريت كل زوجة وكل اخت وكل ام وكل حد قريبين او اه غريب عننا ياريت يا جماعة قصة الدهب والحلية والحاجات دي ياريت ان احنا نمنعها او ان احنا اه بنمتع نفسنا لكن الكلام ده كان ايام زمان لما كان فيه امان وكان فيه عفة وكان فيه شرف وكان فيه افترام لكن يعني للاسف حسبنا الله ونعم الوكيل في السوشيال اه ميديا الفن والمسلسلات والممثلين والحاجات دي كلها بدأوا انه الناس تقلدهم تأليد اعمى فياريت ان احنا ناخد بالنا ياريت ان احنا مسلا عندك دهب او عندك اه حلي ما تمشيش بيه لوحدك لازم يكون متواجد معاك زوجك ابنك او 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 وربنا سبحانه وتعالى هو الحامي وهو المقتدر لو وصلتم معنا نهاية الفيديو فاحنا بنشركم كل الحبايب وحبينا بس ان احنا بنشر لحراركم القضية اللي شغلت حفظة اه الاليوبية خاصة مركز ومدينة اليوب قضية الحداد اللي قتل زوجة اخوه واتحكم عليه بالاهدام نواتوني بجد وشرفتوني كان معكم اخوكم مجدي اللي بلاوه ما تنسناش في الاشتراك وفي اللايز وبدعوها جميلة كده بالرحمة لامان ممرضة اليوب ربنا يرحمها ويصبر اهلها ويطرح البركة في اولادها يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة